السلام عليكم حياكم الله واسعد الله وقاتكم بكل خير اذكر هنا قصة جميلة ومعبرة في العفو والتسامح والتصافح بين الناس القصة حصلت للشيخ سليمان بن محمد جربوع رحمه الله احد اعيان اهل المدينة واعيان اهل القصيم الشيخ معروف بكرمه وحلمه وجوده واخلاقه الطيبة هو اخر من توف من رجال العقيلات القصة حصلت في المدينة في بداية الثمانينات الهجرية دخل عليه في دكاني في المدينة رجل من الجالية العربية وقال له انا احد الوجهاء والاعيان في بلدي واتيت حاجا وفقدت مالي واريد منك ان تقرضني الفين ريال فالشيخ قال له طيبشر هذه خذ الفين ريال الرجل قال له هذا عنواني وهذا اسمي فمرت مدة والرجل ما ارسل حاجة الشيخ رسل العنوان قالوا له العنوان خطأ والاسم غير صحيح فترك الموضوع وسلم امره لله بعد سنة الحج العام القادم رأى الشيخ هذا الرجل الذي نصب عليه وآه يمارس هذا العمل مع رجل اخر ويريد ان ينصب عليه سبحان الله شوف كيف دارت الايام ومكن الله تعالى الشيخ من هذا الرجل الان باستطاعة الشيخ ان يفعل فيه ما يريد ان يبلغ عنه ان يمسك الشيخ معروف في المدينة له جاه وله كلمة وهو من كبار المحسين لكن ماذا فعل الشيخ ذهب وحذر ذلك الرجل الاخر من هذا النصاب قيل للشيخ طيب بلغ على هذا الرجل النصاب قال لا انا سلمت الامر لله واحتسبت الامر لله ولا اريد ان اغير نيتي سبحان الله انظر الى هذه القلوب الصافية البيضاء الحليمة قلوب سليمة ونظيفة وحليمة تتعبد الله بالعفو والصفح والتسامح بين الناس وهذا منهج رباني والله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة قال شراح الحديث يزيد جاهه وقدره ومنزاله وعزه بين الناس وفي يوم القيامة له الجاه والمنزل والعز والكرامة عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدر على كفار قريش وأصبع تلقابهم في يده قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا علمنا الصفح والعفو نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا هو حياكم الله